اراد اعداء الوطن اللي قاتلوا الرئيس السنات وحاولوا قتل الرئيس عبد الناصر الاخوان غير المسلمين حاولوا تشويه هذا الانجاز وما زالوا حتى هذه اللحظة النهاردة بنحتفل الاقي النهاردة طرق الزمر عامل تغريدة بيتكلم بيقول في الوقت الذي نهنى ابطال نصر اكتوبر يجب ان ناسأل ده مين اللي بتكلم طرق الزمر احد قتلت السادات السفلة احد قتلت السادات السفلة بيقول يوم نصر اكتوبر بيقول هل كانت سادات في كامب ديفيد سابقا لعصره خلافا لوعي كل العالم العربي والاسلامي انا ذاك وخلافا لثلاثة وزراء خارجية استقالوا وتركوه وحيدا هناك ام انه هدم ثوابت ومهد لتداعيات وانكسارات استحال على من بعده وتدركها بقول له طرق الزمر اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وبقول له كفاك كفاك جرما كفا بآل الزمر ما ارتكبه طارق وعبود كفا بكم آثام دماء السادات ودم السادات يطاردكم الى يوم القيامة واحد من قاتل السادات السفلة بيتكلم النهاردة بيقول السادات هو اللي هدم ثوابت والعالم العربي كله ضده لانه العالم العربي كله اللي وقف ضد السادات وضد مصر في السبعينيات كان على جهل ويندم وما زال يندم حتى هذه اللحظة